في مستهل هذه القراءة التحليلية اليوم من الصفحة الأولى مشاهد أكرم اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من دبي الكاتب الصحفي الجزائري الأستاذ خالد عمر بن ققا وفي أهم عنوين جولتنا نتابع الجارديان هروب آخر عناصر داعش من معركة النهاية في سوريا وفي التايمز بوتين يهدد باستهداف أمريكا بصواريخ نووية زيستان البريطانية تقول وزراء يطالبون مي بتأجيل الانفصال دون اتفاق أو مواجهة تمرد قبل أن ننطلق في قراءتنا مشاهد أكرم اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الذي ينضم إليه الآن من القاهرة الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر البداية مع الشأن الكردي حيث طالبت إلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية بتوفير دعم لوجستي وحماية من دول غربية لمحاكمة عناصر أجانب من داعش معتقلين شرق الفرات كما أشارت في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط بضرورة تقديم ثلاثة مطالب عامة لتعويض الانسحاب الأمريكي من سوريا بينها استمرار الحظر الجوي ونشر مراقبين أوروبيين على الحدود التركية ودعم عسكري لمحاربة الخلايا النائمة لداعش شرق سوريا نعم مشاهديك كرام أذهب في هذه القراءة إلى ضيفي بداية في القاهرة لسيد محمد أمين سيد محمد بالأمس حاورت عدد من الصحف البريطانية سيدة إلهام أحمد واليوم الشرق الأوسط تحاور نفس سيدة هل تعتقد بحسك الصحفيا أننا الآن أمام حملة ربما تكون صحفية كردية لمحاولة وضع تصور لمرحلة ما بعد الانسحاب الأمريكي أوافقك في الرأي تماما خصوصا أن الحملة واضحة تماما الهدف الأساسي منها تسويق الحالة الكردية ما بعد خروج الولايات المتحدة وإن كانت الولايات المتحدة لن تخرج بالشكل الكامل الذي تصوره إلهام أحمد في أحاديثها إنما الهدف منه هو خروج محدد الولايات المتحدة تسحب قواتها الموجودة في بعض المناطق السورية ولكن هي تحتفظ بتواجد في العراق وأعتقد أن المناطق الكردية هناك اتصال ما بين المناطق الكردية في العراق وشمال العراق وأيضا في سوريا فإذن الهدف الأساسي منه هو الترويج لمشهد جديد نحن نتوقع أن يكون الهدف هو الاقتراب من إعلان الدولة الكردية في هذه المنطقة خصوصا مع طلب وجود قوات دولية سواء كانت من أوروبا أو غيرها ولكن هو الطلب في حد ذاته حينما يصدر من شخص أعتقد أنه ليس له الحق في أن يطلب وجود قوات دولية ولكن وجود قوات دولية لا يتواجد إلا ما بين دولتين في حالة وجود صراع حقيقي على الأرض إذن المشهد يتحدث عن جانب مهم جدا الأهم فيه وهو نحن أمام صورة جديدة لمنطقة الكردية في شمال العراق وسوريا نحن أمام مشهد يقترب من التحول إلى حالة انفصال بشكل مستتر وأعتقد أن هذا البعض يدفع باتجاهه حتى الولايات المتحدة الأمريكية نفسها حينما تحدثت عن الانسحاب لم تتحدث عن الانسحاب كامل وأعتقد أن هذا أيضا يصب في نفس الخط أو نفس الطريق أستاذ خالد عمر بن ققا الكاتب الصحفي الجزائري لماذا برأيك حين نتابع الصياغة الصحفية في الشرق الأوسط نلاحظ إسرارها على إبراز تصريح إلهام أحمد والتي طلبت بمراقبة غربية أوروبية لحماية الأكراد وليس مثلا حماية عربية ما دلالة هذا الأمر وهو أبن الأشار إليه أيضا ضيفي في القهيرة الأستاذ محمد أمين لا هو قد نشاهد أو قد نرى في المستقبل يعني الميل نحو ما هو عربي بمعنى التدويل هو بداية للتعريب في نظري أو التدخل عربي سواء كان ماديا يعني دعم لوجيستي أو دعم مالي أو غير ذلك قواتها لأنه أيضا لم يتم حسم عربيا على الأقل وثم بعد ذلك انتقل الدول لم يقل حسم عربيا من قوات سوريا الديموقراطية لأنه هناك مطلب أمريكي على وجه التحديد بأن يكون العرب أو المحيط الجغرافي أو الفضاء الجغرافي المنسان في سوريا وهو محيط عربي بالأساس يجب أن يكون داعما لأي تصور يمكن أن تكون عليه لكن المطالبة الكردية كانت تطالب بحماية غربية سيد خالد يعني كان هذا صريحا في التصريحات ولا تزال تطالب بحماية غربية والحماية الغربية مدخلها أن تكون حماية عربية بمعنى حتى إن لم تكن كقوات عسكرية أن يكون دعم ماد على غير ما لاحظنا من دعم للجماعات المسلحة وغيرها وكذا في السابق ضد الدولة السورية المقصود بالعملية كلها هو تقليم أظافر الدولة السورية في المستقبل أو بالأحرى نحن مقبلين على ما تم في العراق على إزالة ما هو عربي يعني بمعنى أننا لا ننتظر حتى على مستوى المسمى في المستقبل أن يكون هناك الجمهورية العربية السورية ممكن أن تكون هناك الجمهورية السورية ولا ننتظر أن تكون هناك الجمهورية بمعنى أنه في كل ما هو عربي نحن ندخل الآن في مرحلة تصعيد الأقليات على حساب الأغلبية وتصعيد كل أقلية في المنطقة العربية وسنلاحظه أيضا في دول أخرى يعني ليس فقط في سوريا سيكون مستقبلها في دول المغرب العربي يعني هناك محاولة تطويع إنجاز التعبير ولو بالقوة للمصير الدولة القطرية العربية إلى ما هو أقلية وليس أكترية إلى ما هو أقليات تفكيك الدولة إلى ما هو أقليات بحيث تكون هذه الأقليات المستقبل الحاكم إذن ليس من مصطحة الغرب في علاقته مع تركيا تحديدا أن يقوي قصد القوات السورية الديمقراطية ولكن هذه محاولات من الضغوط المتواصلة وهو أيضا تصور مستقبل لما ستكون عليه الدولة السورية مستقبل نعم ننتقل إلى الجارديان التي نشرت مقالا حول انهيار آخر معاقل تنظيم داعش الصحيفة تصف مشهد انسحاب آخر عناصر التنظيم من مدينة بغوز في سيارات قالت إنها تستخدم لنقل الماشية حيث خبأوا وجوههم وهم يمرون قرب المقاتلين الأكراد وتضيف الصحيفة أن بعض الوجوه الغربية كان من الممكن تمييزها بين المقاتلين المنسحبين من المدينة رغم إخفاء الوجوه مشيرة إلى أن القوات الخاصة الأمريكية والبريطانية على أهبة الاستعداد لاقتحام المدينة بعد إتمام من سحاب المدنيين ومقاتلي تنظيم الراغبين في الخروج منها ساذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر المصرية الصحيفة هنا الجاردين تقول إن هناك استغلال سياسي الآن للحرب على داعش وهو في إشارة الاستغلال الغربي والغرب موجود في هذه المنطقة على أهبة الاستعداد قبل أن يكون هناك استغلال عربي أو يكون هناك اتفاق على طرح رؤية عربية في المنطقة شوف خليني ينسى أستاذ ياسر يعني التصريح أو الخبر في حد ذاته من الأخبار اللي دائما بتطالعنا بها صحف الأجنبية المضحكة أو التي تعبر عن المشهد الحقيقي الموجود على الأرض الحديث عن أن الانتصار في آخر المعارك أو آخر معاقل داعش في سوريا أعتقد أن الحديث ده بات مبكراً الحديث عنه لأنه ليس له علاقة بالواقع والدليل على ذلك أن مذالة عناصر داعش تنتقل من مكان إلى آخر حتى مشهد الهروب نفسه في حد ذاته إذا كنا نتحدث عن عناصر إرهابية المجتمع الدولي بأكمله حتى الأمم المتحدة المواسيق الدولية والمعاهدات الدولية تتحدث على أن العناصر المسلحة التي تستهدف ترويع الآمنين يجب القضاء عليها وإذا كانت هناك قوات أوروبية كما تتحدث الصحيفة أو كما ذكرت الصحيفة هناك قوات أوروبية على أهبة الاستعداد كانت على مشارف المدينة وهناك أيضا قوة دولية أخرى موجودة في هذه المنطقة تتحدث على خروج هذه العناصر إذا علم الصحفي أو من قام بالمراسل الذي قدم هذا الخبر للصحيفة بأماكن الخروج وطريقة الخروج ألا تعلم أجهزة المعلومات في هذه القوات المتحركة حركة هذه العناصر الإرهابية أم أنه صمت لمجرد تحرك هذه العناصر الإرهابية إلى بؤرة أخرى وإلى منطقة أخرى تجعلها منطقة ملتهبة أعتقد الحديث من الحديث المضحكة هذا أمر الأمر الثاني دعني أذكرك بالخبر الذي نشر منذ عدة أيام حول إحدى الشركات الفرنسية التي أعلنت عن قوافل سياحية لسوريا أي حديث هل هذه العناصر التي ستنتقل في رحلات سياحية إلى سوريا هل هي عناصر حقيقة ترغب في السياحة أم أن هناك أمور أخرى ولك أن تعلم أن هناك شركات عديدة من شركات السياحة في القطاع السياحة تستخدمها بعض أجهزة المخابرات وهذا أمر معلوم للجميع بتنقل بها عناصر وتحرك بها عناصر على الأرض يا سيدي ما يحدث في سوريا ماذا للمشهد يسيطر عليه تحالفات دولية لا تستهدف استقرار سوريا بشكل حقيقي وإذا كان الحديث عن أنه ضروري التدخل عربي في هذه القضية لحلها أو لحل الأزمة السورية أو للقضاء على عناصر داعش في سوريا أعتقد ليس لدى القوى الدولية ما تقدمه بشكل حقيقي للتدخل العربي حتى الجامعة العربية لأننا نتذكر الاجتماع التشاوري المشترك الذي حدث مجو عدة أيام في إيرلندا وتحدث أيضا على المنطقة العربية واختص بها القضية الفلسطينية أعتقد كان أيضا يتحدث عن ضرورة القضاء على الإرهاب في هذه المنطقة أولا كيف تتحدث عن القضاء على الإرهاب وتترك هذه العناصر تتحرك بشوريا أو تنتقل بشوريا إلى بلاطق أخرى أستاذ محمد أنتقل به خالد عمر بن قاقة في الكاتب الصحف الجزائري أستاذ محمد يشير إلى ملمح مهم يعني إذا كان الصحفي يعرف أين يتنتقل هذه العناصر هو يؤكد على أن التحالف الدولي يعني ربما في إشارة غير مباشرة وبعض المراقبين أيضا يعلم تماما ما الذي يجب أن يفعله ولكنه لا يفعل ما رأيك تحديدا في موضوع داعش طبعا لا إذا أردنا أن نؤسس على ما قاله الأستاذ محمد فيمكن أن نصل إلى ما يلي هناك تسويق غربي على المستوى الأمني والعسكري للقرار الأمريكي بالانسحاب وقد يؤدي هذا في المستقبل إلى انسحاب الغرب ككل من الملف السوري بشكل أو بآخر لأن هناك بور توطر في العالم أهم لديهم من الآن من سوريا لأنه انتهى ما كان يراد في سوريا بشكل أو بآخر وبالتالي نحن أمام تسويق غربي القول بأن داعش صحيح ماذا بيريس القول بأن داعش انتهت ليس صحيح بالمرة بالمطلق سواء على مستوى الخلاياها المنتشرة هنا أو سواء على بحثها لفضاءات أو إجادها لمجالات وفضاءات أخرى في مناطق أخرى من العالم وإذا كنا نسلم من البداية بأنها صنيعة بالأساس صنيعة استقباراتية عالمية فمعنى ذلك أننا سيتردد صداها وجودا وليس فقط فكرا أو تنظيرا وجودا كعمل عسكري في أكثر من منطقة في العالم وبالتالي القول بأنها انتهت منها معناها إذا سلمنا به ضمن التسويق الأمريكي للخروج فإننا معناها نحن على موعد مع دموية أخرى في مناطق أخرى متعددة من العالم وهي ستكون دائما إما في المناطق الإفريقية من المناطق الأسيوية يعني هناك هناك التماس الآن أو تلاقي فيه في فهمي وتصوري بين طرحة ترومب إنجاز تعبير دوران ترومب وبين نقطة على الناتو والغرب هذا الذي يقال اليوم في الإعلام هو هذا يعني طيب ابقى معي إذا تفضلت سيد خالد تفضل بالوقاء معي أستاذ محمد مشاهدها الكرام جولتنا مع صحافة الدولية والعربية لا تزال مستمرة نعود إليكم بعد فاصل قصير من جديد أهلا بحضرتكم والقراءة تستمر معكم في الصفحة الأولى العلاقات الأمريكية الروسية كيف وإلى أين وصلت التايمز نشرت مقالا لمراسلها في العاصمة الروسية موسكو بعنوان بوتين يهدد باستهداف أمريكا بصواريخ نووية يقول الكاتب إن رئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد باستخدام السلاح النووي إذا لزم الأمر ضد الولايات المتحدة وإذا أقدمت الولايات المتحدة على نشر صواريخ في أوروبا بعد انهيار معاهدة الحد من انتشار الصواريخ النووية يوضح الكاتب أن بوتين أكد أن بلاده لن تكتفي بنشر أسلحة قادرة على الوصول إلى الأراضي التي نشرت فيها صواريخ وتهدد أمنها ولكن ستنشر أسلحة قادرة على الوصول إلى البلاد التي قد تتخذ قرارات قد تهدد الأمن الروسي ساذ محمد أمين هل تعتقد أن عبارة التهديد الروسي هي في مساحة التهديدات الإعلامية الصحفية أكثر منها المواجهة واقعية أم أن بوتين جاد في هذه التصريحات أعتقد أن هذه الأزمة تذكرنا بأزمة خليج الخنازير السابقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أعتقد أنه هناك تأثير للإعلام بشكل واضح في هذه الأزمة وتضخيم بعض الشيء في بعض المواقف والحديث عن تحركات إلى حد ما جزء منها بالفعل هناك تحركات لدى بعض الدول خصوصا أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية الأسلحة النووية أعتقد كان انسحابا غير مبررا وخصوصا أنه في المؤتمر الأخير لمؤتمر ميونخ للأمن كان الهدف الأساسي أو الورقة الأساسية للمؤتمر كانت تتحدث على ضرورة نزع فتيل هذه الأزمة ولذلك هذا بيدعونا إلى أنه بالفعل هناك أزمة حقيقية ولكن لن تصل إلى حد الصدام الذي تصوره بعض وسائل الإعلام أو لن يصل العالم إلى حافة الصدام الحقيقي أو ما يسمى بالحرب العالمية الثالثة الأمر في حد ذاته هو مجرد الحصول على استعراض للقوة ما بين القوتين العزمتين حاليا وكل منهم يريد أن يظهر إلى أين أستطيع أن أصل بقوة السلاح التي أمتلكوها ولكن في النهاية أعتقد أنه لن يصل الأمر إلى الصدام الحقيقي على أرض الواقعين نعم ننتقل في قراءتنا مشاهدات كرام إلى عالم الصحفة الجزائرية تحديدا إلى صحيفة الخبر التي نقلت تحذيرات وزيرة التربية لمضراء التربية في الولايات من ترك أي دارس خارج أسوار المدرسة خلال أيام الإضراب المقررة يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين من فبراير الجاري تفاديا لاستغلالهم في الحراق الذي يعيشه قبل الانتخابات الرئاسية وشدت الوزيرة على توقف الحيطة والحذر للتفادي استغلال التلاميذ لأغراض سياسية أي للتشويش على الانتخابات خلال فترة الإضراب المقبلة أستاذ خالد عمر بن قق الكاتب الصحفي الجزائري قلت في مقال حمل عنوان المجهول الجزائري الذي أصبح قريبا أن التغيير في الجزائر بات قريبا السؤال هنا لماذا استخدمت مصطلح المجهول خاصة أن الكثير من الصحافة الجزائرية تتحدث عن التغيير أو التعديل وهي الأكثر انتشارا صحفيا كصياغة أعني هذا أنا أتكلم أنا أتحدث تحديدا في هذا المعقال على التغيير بالمعنى الذي أخاف وأخشاه في عودة تكاد تكون وشيكة لحالة من الدم ذلك لأنه أنا قلتها أكثر من مرة في السابق وهذا التحليل لم تأخذ به السلطات ولا غيرها هم أحرار أن الرهان في التغييرات التي حصلت في كل من مصر وفي تونس ومصر وليبيا وغيرها في المنطقة العربية خلال السنة واتفا لم تأخذ منها السلطات الجزائرية العبرة وذلك لأنها كانت ترهن على أمرين أولهما أن الجزائرين قريب حديث عهد بسنوات الإرهاب والدم بعد مقتل 200 ألف وضيع 500 ألف عائلة إلى غير ذلك تكلفة معروفة خلال 10 سنوات من الدماء فأن الشعب لن يمكن أن يعود إلى هذا بهذه السرعة بعد 10 سنوات الأمر الثاني كانت ترهن على أمر يتعلق بطبيعة الشخصية الجزائرية أنه على طول تاريخها أنها تحاول أن تكون غير مقلدة بمعنى لو جرانها قاموا بعنف هي لا تقوم به لا سنوات لأنها لا تريد أن تكون وهذه يعني مسألة متراك معبر التاريخ لها جانب الثقافية ونفسية لغاية هذا رهنان إنجاز تعبير انتهي الآن ما تتحدث عن الصحافة في الوقت الرهن الجزائري تتحدث على تغيير سياسي ومظاهرات أنا أتحدث على تغيير في تصوري تغيير قد يؤدي للعنف ورفض الدولة بشكل عام وهنا سوف يكون في تصوري إن استمرت على ما هو عليه وإن لم ينسح بمجموعات الفساد وإن لم تسحب الجماعة الضغطة المتفلقة للأمور وتعيد النظر في كل هذا فقد ننتهي إلى الكارثة الحقيقية بمعنى أن الجزائر الآن باختيارهم السياسي غير الموفق هذا يجروننا إلى ما لا يحمد عقبه ومشكلة الجزائر كأي شعبي من الشعوب إذا الأمور تفتت فصعب تراجع على غيرها هنا يطرح السؤال التالي إلى أين تتجه الجزائر في هذه الحالة مدام هناك هناك من يراهن مثلا على خيار قد يكون سيناريو مصري معاهد بمعنى خيار عسكري لكن العسكر أيضا أنه يحظى بقوة هذه الأيام ويحظى بدعم شعبي وبثقة لا يستطيع أن يكون في المستقبل سيارة أو جماعة مطافي أو حماية مدنية لكل بؤر التوتر داخل المشاكل إذن قول الوزيرة السابق حتى نؤسه أنا أعتزل للمقاطعة لكن ده من الوقت معي خبر أخير حيث ذكر الصحيفة الديسان البريطانية أن بعض الوزراء في الحكومة طالبوا رئيسة الوزراء تريزا مي بالموافقة على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق لتفادي تمرد عليها بالبرلمان في الأسبوع المقبل الصحيفة قالت أن وزيرة العمل والمعاشات ووزير العدل ووزير العمل ووزير شؤون العمال قالوا أنه يتعين أن تستبعد مئة الخروج دون اتفاق بتمديد المادة خمسي أستاذ محمد أمين سريعا إذا تفضلت في دقيقة على أكثر تقدير الصحيفة تقول أن معركة الخروج من البريكزيت ستقسم حزب العمل هل تعتقد فعلا أن هناك مبلغة من الصحيفة في هذا الطرح أم أن الوقائة على الأرض تشير إلى ذلك لا هي أتفق مع الرؤية التي طرحتها الصحيفة في هذا الأمر لأنه بالفعل هناك عدد من أعضاء الحزب العمل أعلنوا أنهما سيقوموا باستقالة جماعية في حال أصرت رئيسة الوزراء على الخروج من البريكزيت وأعتقد أنه هناك أمور كثيرة ما زالت أمام رئيسة الوزراء البريطانية أن تحسمها خاصة أن الاتفاق الذي طرحته للخروج لم يلقى قبولا بشكل حقيقي أمام البرلمان ولذلك الأمر يؤكد أن المستقبل يحتاج إلى تأجيل الخروج بعض الشيء وعلى تريزامي أن تبحث عن طريق آخر للخروج لأن حتى عرضها الثاني لطريقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أعتقد أنها لم تلقى قبول بشكل كبير شكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر المصرية ضيفي من القاهرة كما أشكر ضيفي الكاتب الصحفي الجزائري خالد عمر بن قاقة شكرا لتشريفك لنا سيد خالد في هذه المرة الأولى وشكرا موصول لحضراتكم مشاهديك رام تفضلوا بالبقاء دوما معنا من خلال الصفحة الأولى في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة